استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات صليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشاسكو روكا وذلك بحضور وزيرة تضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري نيفين القباج واشاد مدبولي بجهود الاتحاد في جميع أنحاء العالم وشاركته القوية مع جمعية الهلال الأحمر المصري وتوجه رئيس الوزراء بالشكر على الدعم الذي قدمه الاتحاد إلى الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية مؤكدا دعم مصر المستمر لأنشطة الاتحاد الدولي لتحسين حياة الأشخاص المعرضين للخطر وأشار رئيس الوزراء إلى ترحيب مصر باستضافة مقر إقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر في ضوء رغبة الاتحاد بأن يكون له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة